بيقول لي ارسم منحنة الدلة دي خدناه امتى في تالتة اعداد لو تفتكرهم لما كان بيديني دلة ويديني الفترة ويقول لي ارسمها الدلة يا جماعة لما هنرسمها هتبقى بالشكل دي مسلا هو عايز يبحث اشارة صح ابحث اشارة ايه تقول لي والله يا وعيد ليه ابحث اشارة الدلة مسلا هنا يا جماعة طلعت مسلا سلب اتنين وهنا مسلا تلاتة ابحث اشارة الدلة اخدوا بالكم من المعلومة دي يعني ابحث اشارة صاد هذه صاد هي دلة سين من تالتة اعدادة ايه ليه تقول لي تمام صاد دي مش هو دي صاد ودي صاد شرطة يعني دي جزء الموجب لمحور الصادات ودي جزء السلب فعلا يبقى اللي هنا فوق ياخد الاشارة الموجب وهنا موجب اما اللي تحت ده هو في الجزء السالب ياخد الاشارة السالب يعني لو حولناها الخطة اعداد هتبقى هنا سالب اتنين وينها تلاتة بعد التلاتة موجب وقبل السالب اتنين موجب وفي النص ما بينهم سالب هو دي يا جماعة اللي هو عايز يخليني افهمه في السؤال ده يعني احنا هنرسمها زي تالتة اعدادة بالظبط تعالوا نشوف كده هعمل جدول مش عارف انتو متعودين تعملوها في تالتة اعدادة بالجدول ولا بتعملوها بالتعويد اللي انتو متعودين عليها انا هعمل ممكن اسمعك يا يسر بتعمليها من جدول من التالتة اعدادة بالجدول اللي هو تابل ولا بتعوضي لا بالجدول تمام هنا سين يا جماعة لو في حد بيعملها يا جماعة بالتعويد يقول لي وانا هعملها له برضو ادي سين ودي ده اللي تسين من سلب تلاتة ودي ايه سلب اتنين سلب واحد صفر واحد اتنين تلاتة واخر حاجة اربعة افكركم بتعملوها ازاي بنعمل مود تيبل مود تيبل ليه رقم سبعة عندنا هنا سبعة فيه الاتفها تلاتة وفيه الاتفها اربعة اكتب الدلة دي اف اكس يعني دلة سين اكتب الفا قوس تربيع ناقص تسعة كده كتبت الدلة يساوي ممكن تحطينا اللي انا هزب على زوم تاني اه ده مش متشايرة معليش انا ياسف نسيت اشعر اهو يا جماعة معليش اتتشايرة ايه كويس اني تعرفتو بتكة مود تيبل ليه سبعة عايز اكتب الدلة دي سين تربيع يبقى الفا قوس تربيع ناقص تسعة يبقى انا كده كتبت سين تربيع ناقص تسعة والتكة يساوي start بداية الفترة سالب ثلاثة الواحد دي يا جماعة لقلم تبرمجة ان ال start واحد والend خمسة ليش داخلي بيه start سالب ثلاثة end أربعة step يعني التكة يساوي يطلع الجاد والعو دي اكس اللي ياسين ودي ده اللي تسين السالب ثلاثة مد صفر السالب اتنين مد سالب خمسة السالب واحد مد سالب تمانية الصفر لو عايزين تنزله هتنزلي كده الصفر مد سالب تسعة وهكس والواحد مد سالب تمانية هكمل انا بقى خلاص وهنا بدي سبعة سالب ثلاثة وصفر هدي سالب ثلاثة وصفر سالب اتنين وسالب خمسة اهي سالب واحد وسالب تمانية سالب واحد وسالب تمانية سفر وسالب تسعة سالب تسعة تقريبا هتبقى هنا اهو واحد وسالب تمانية اهي اتنين وسالب خمسة اهي تلاثة وصفر واخر حاجة اربعة وسبعة كنا متعودين دايما بيطلعوا الشكلين متمثلين بالزبط في تلتة اداد اما الشكل هنا هيطلع الحتة دي فيها زيادة عن الدين لانه هو ماشي من سلب 3 على الاربعة يعني المفروك ان يمشي من سلب 3 للتلات عشان يبقى هنا تلت قيم وهنا تلت قيم والنقطة اللي في النص دي هي نقطة رأس المنحن لا هو زود قيمة كمان عادي مش مشكلة هنرسم يا جماعة الرسمة هي وزود الجزء ده هزوده هنا الجزء ده هزوده هنا بيدي كمان بالايدي يا جماعة مش بالمسطرة طبعا لان دي منحن معلش بيبقى صعب شوية الرسم عندي على اللاب اهي تمام هي دي الجزء اللي فاضل هو عايز ايه عايز بحس الاشارة جميل الجزء اللي فوق هنا في الموجب ياخد الموجب ادي موجب اهو طب دي كله في السالب تاخد السالب نحط هنا كله سالب خلصة المسألة يبقى الجزء اللي فوق ده هيتحط في الموجب طب لو في خط هنا ياخد برضو الموجب لانه موجود في الجزء الموجب لمحرار الصادق زي ما انا قلتلكم من شوية اللي فوق هنا انت بتدرس اشارة الدل كاينك بتدرس اشارة صاد لان اللي في تالتها دا 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 قيلين ان دا اللي تسين هي صادق نشوف السؤال اللي بعده لو حد عايز يسألني في حاجة هيتفضل طب نشوف السؤال اللي بعده نفس الحكاية هنعمل جدول ويطلع نفس الحكاية هعمل جدول بسرعة هو سين وده اللي تسين هناخد من سلب تلاتة سلب اتنين سلب واحد صفر واحد اتنين تلاتة اربعة اخر حاجة الخمس وابدأ اعملها بالقالة هعملها بسرعة معلش عشان نكمل انتو خلاص ما عرفتوها بالقالة اتطلع هنا سبعة او برضو عملها لكم بالقالة عشان اللي عايز يتأكد ان هو فيهمها ميوتيبل سالب الفا قوس تربية زائد اتنين الفا قوس اليسين زائد اربعة ستارت سالب تلاتة اند خمسة استيب يطلع الاجابة سالب تلاتة هتطلع مع سالب حداشر سالب حداشر وسالب اتنين هتطلع مع سالب اربعة وسالب واحد هتطلع مع واحد وصفر مع اربعة وواحد هتطلع مع خمسة وهنا مع اربعة وهنا مع واحد وهنا سالب اربعة وسالب حداشر هرسمها بسرعة كده سالب تلاتة وسالب حداشر يعني تقريبا هتبقى هنا سالب اتنين وسالب اربعة هتبقى هنا سالب واحد وواحد هنا سفر واربعة نفس الكلام واحد وخمسة هي نقطة رأس المنحنة اثنين واربعة هنا تلاتة وواحد برضو اربعة وسلم اربعة هنا واخر حاجة خمسة وسلم حدواشر هنا هرسمي الدلة هعملها يا جماعة معلش الثواني كده جات اللغة كلها هيت نحط الاشارات اتفقنا اللي فوق في محور الصدات الموجب هيبقى هنا موجب وهنا موجب لانه في محور الصدات الموجب اما هنا سالم كل ده سالم لانه تحتف الجزء السالب لمحور الصدات طب يا مستر لو تعايز تحولها لخطة عداد اقول لك حاضر ادي سالب واحد النقطة دي اللي قطع مع محور السنات هي دي مجموعة الحل لكنا ايلينا المعلومة دي في تلتة عداد في الترمي التال ادي سالب واحد ودي ثلاثة يبقى دي اصفار الدلة والجزول المعدن مثلا مثلا في النص عكس هنا سالب يبقى هنا سالب وهنا سالب وفي النص موجب اه فعلا طلعت بعد التلاتة سالب وقبل السالب واحد سالب وفي النص موجب يبقى عمرها مع تطلع مختلفة هي نفس الحكاية على خط الاعداد ونفسه على المنحنة الدلة على الرسم نجي للسؤال اللي بعده يلا يا يوسر مديني دلة يا يوسر نصي كده دي دلة نوحة ايه يا يوسر سين قس واحد دلة ايه دلة خطية ممتازة فاكرة كان بتبقى هنا رسلة وهنا عكس طب يا مستر ايه دي دي المجال يا جماعة كلنا عارفين من تلتة اعداد لما يقول دلة حيث انه يبقى دي مجالها ودي مجالها المقابل تعالي نحلها بنجيب اصفرها بنسوي الدلة بصفر نسيب سالب سين هنا ونودي مين معاكس الاشارة نقسم نقسم فهتبقى سين بتسوي تلاتة نعمير ونعمل خط الاعداد هنحط هنا التلاتة بتاخد هنا مثل وهنا عكس مثل وهنا عكس يلا تمام مثل هتبقى موجب ليه بقى موجب سالب سين سالب سين تمام سالب وفي الشمال هتبقى موجب جميل هنا سين وهنا دلة سين فاكرة يسر هنا بيبقى كان ايه وهنا ايه مش فاهم كان بيبقى مكتوب هنا مالا نهاية احنا بنكتب مالا نهاية وهنا سالب مالا نهاية المرة دي لأ ليه بقى يا مستر قد المالا نهاية والسالب مالا نهاية بتوع المسألة هي دولة اه يعني انت هتحط هنا سالب واحد بدل السالب مالا نهاية وهنا ستة هم دول بتوع المسألة نكتب اشارات دلة سين بتسوي صفر دلة سين اصغر من الصفر يعني سالبة دلة سين اكبر من الصفر. يلا بنروحة كده. بتسوي صفر عند مين? طب ليه حدنا ستة وهنا السالب واحد مش العقل. جميل لان الاعداد الموجهة اكده على اليمين. والاعداد السالب على اليسار. الصغير بيبقى على الشمال واليمين والكبير على اليمين. مش خط الاعداد من الصغير الكبير دايما? من الشمال اليمين يعني? صح? اه. تمام. يا فأنا? عند مين بتسوي صفر? عند ثلاثة. عايزة تقول يساوي او المجموعة ثلاثة. طب سالبة? اه سالبة من من ثلاثة لغاية ستة. ممتازة. كان المفروض نقول من ثلاثة المال نهاية. تقول لي لا. هو غير لك المجال. وقال من سالبة واحد لستة. يبقى من ثلاثة المال نهاية. يبقى مصد اربعة لستة. ايوة. ايوة يا جماعة تنسوا وتقولوا المال نهاية. الستة دي بتاخد قص مغلق ولا مفتوح على حسب السؤال. هي مغلقة تبقى مغلقة. هي مفتوحة تبقى مفتوحة. دي ما بنعودش نفكر فيه. امال الثلاثة. الثلاثة هنا فيه سوي? تقول لي لي لا. يبقى مفتوحة. طب عايزة افهمها. اقولك انت بتسألي على السالب. الثلاثة دي مطلع صفر. هو الصفر سالب? لا. يبقى مش معاك. يبقى عند السين تنتمي. المجابة فين? من ثلاثة لسالب واحد. لازم لكتبه. جميل. ايوة تنسوا يا جماعة وتكتبوا الفترة من الكبير للصغير. من الصغير الكبير. فعودوا نفسكم من الشمال اليمين عشان تكتبين من الصغير الكبير. السالب واحد مغلق. ماشي. التلاتة بقى فيه سوينا? لا. يبقى ايه? مفتوح. السؤال دي يا جماعة جي اكتر من مرة في الامتحاب. الطلبة اللي ما بتحل ازايه بيفكروا انه سؤال صعب او مختلف? لا. هو فكرة مجال. اللي قابة كلها قصة المجال ده. بدل ما هو من سالب مال نهاية المال نهاية لو هو ما قال ليش حاجة. يبقى دي دل كسيرة حدود مجالة ها. اللي هو من سالب مال نهاية المال نهاية. اما لما اداني مجال خلها من سالة بواحد لستة. طب فريدي التلاتة دي لا تقع ما بينهم. يعني التلاتة دي مسلا سين تلاتينة بعشرة مسلا. يعني لا تقع ما بينهم. يبقى لا يوجد اي حل. مفيش حل خالص. طبعا من الجيش طبعا لانه ساعتنا مش هنحل لحاجة. لو جات في اختر يبقى سين تنطم الفايف وكل حاجة. طب نشوف الدلة دي. يلا يا يارى دي دلة اربعية. نسويها بالصفل. ونجيب اصفرها. بنعملها بالقالة ايه بقى يا يارى? مود خمسة تلاتة. يلا يا يارى معامل سين تربية بكام? واحد وهنا سالب خمسة وهنا سالب ستة. تطلع السين بستة يا جماعة والسين بسالب واحد. هرسم خط الاعداد. مش عارف انت فين يا يارى انا بكلمة. تمام. فضل يا يارى. هنا سالب واحد وهنا الستة. يلا بقى. دي طلعت جزرين هنا مثلة وهنا مثلة وفي النص عكس. وعمل سين تربيع موجب ولا سالب? موجب. يبقى هنا موجب. وهنا موجب. وفي النص ايه بقى? رد عليه. سالب. سالب. يا مستر انت ما بصتش على المجال. اه صح. المجال هنا من سالب اتنين بدل ما كان من سالب مال نهاية من سالب اتنين لحد كام. تماما. يلا نكتب الاشارات. ده اللي تسين بتساوي صفر. ده اللي تسين اصغر من الصفر. كأن من سالب اتنين لتمانية دي يا جماعة هي حق. كأنها طبعا. مش هي. يسوي صفر يعني عندي دي وعندي دي. يبقى عندها السين? يلا قولي معي. اه من سين هتبقى من سالب اه من سالب واحد. بحش تقولي من. مين دي يعني فترة? مين الى دي يعني فترة. هي بتسوي صفر عند السالب واحد والستة بس. بس دي يعني مجموعة. ايه بحش تقولي من? اصلا او انت من سالب واحد لستة انا كل دي بيدي صفر. صفر ازاي? ده ميدي سالبة? طب عايزة سالبة. اه هنا بقى عنده مين? من سالب واحد لحد? اه لحد الستة. طبعا ما فيش يساوي يبقى مفتوحة. طب موجبة تقولي لي موجود هنا وهنا. يبقى موجود على الخط كله. صح? يبقى حا. ايه. حا دي مش موجودة ده بدلها مين? ايه من بدقوا وتنسوا يا جماع? ما احنا قلنا بقى لما بيديني مجال يبقى هو دي كأنه هو حا. حا بتاع المسأل. يبقى من سالب اتنين لتمانية. مغلقة زي ما هي موجودة. بنحطها زي ما هي. فرق من سالب واحد لستة لانه دي مدي سالب. فاكرة لما قلت من شوية ها فرق تيجي بعدها الفترة مع كوسة. فترة تيجي مع كوسة صح? هنا فيه سوي? لا. يبقى مفتوح نعمل احنا ايه? مغلقة. مغلقة. حد يقول لي طب انا هكتبها على فترتين وحط بابنهم اتحاد برضو صح. تعالوا اكتبها لكم. عند السين تنتمي من سالب اتنين للسالب واحد. السالب اتنين مغلقة لانها في السؤال مغلقة. والسالب واحد اتحاد من ستة للتمانية. التمانية في السؤال مغلقة. طبعا السالب واحد مدي صفر يبقى مفتوح. والستة مدي صفر مفتوح لان انا بسأل عن الموجة والصفر مش موجة. ادي يا جماعة ده ايه? او دي. بس لو في اختيارات هيكتب ده. لو السؤال اختر هيجيبها ها فرق او الفترة دي فعلا. طبعا السؤال ده لانه هو الداني مجال غير حق. الداني مجال غير حق. احنا كده يا جماعة الحمد لله خلصنا تقريبا سبعين او تمانين في المية من الدرس. يعني هو دي السؤال اللي فاضل. مش عارف لو مش عليكو حصة. ممكن احله على طول. مديك دلة سبتة. دلة اسب خطية. ودلة تربعية. هنحل الواحدة. يبقى السين تساوي. سالب تلاتة هناك بها تلاتة. واخد دي. اساويها بالصفر برضو. وحللها. هتطلع يا جماعة سالب واحد وستة. ارسم خط الاعداد. ها. بالله عليكو اخد دلة دلة. الدلة سين ودي رأل السين. دي دلة خطية هاخد التلاتة. ادي سين ودي دلة سين. هنا في الدلة الخطية بتاخد مثلة وعكسها. مثلة معامل سين. يبقى موجب. هنا يسارة موجب. وفي النحاء التانية سالب. طب ودي دلة يا مستر. هنطول هنعمل حاجة تانية كده. هنا. سالب واحد اهو. والستة. على نفس الخط. ادي سالب واحد. هنا يا محمد. والستة. السالب واحد اصغر من التلاتة يا جماعة. لو اكبر حطه هنا. وهنا الستة. اهو سالب واحد والستة. هنا بتاخد مثلة وهنا مثلة. وفي النص عكس. دي رأة. سين تربع موجب. يبقى هنا موجب. وهنا موجب. وفي النص سالب. يا نهار ربيد دة. لو سألنا على اشارات كل واحدة. احنا هنكتب الصفحة دي كلها. لا. هو يسألك موجباتين معا فيه. والله سؤال تافي. كأنه بيقول ارسم المسألة على خط واحد. خط عدد واحد. ويقول لي موجباتين فيه. هنا سالب وهنا موجب. لا. هنا سالب وهنا سالب. لا. هنا موجب وهنا سالب. لا. هنا موجب وهنا موجب. هي دي. يبقى موجباتين. معا سين تنتمي من ستة إلى موجب ما لا نهاية. طبعا ما لا نهاية بقى خلاص. طب يا مستر ما لناها مفتوحة عارفية طب الستة دي الستة دي من ديها صفر والصفر موجب تقول لي لا يبقى مفتوح مين ممتازة وآخر جملة خلاصها أقولها النهاردة طب لو قال سالبتين معا مين يقول لي الإجابة أي افتح المايك وقولي على طول لو حد عاد ثلاثة وسالب ما لنهاية طب تعالي نشوف كنا هنا سالب وسالب آه دي صح أما دي سالب ودي موجب لا منفعش أخدي أخد الحتة دي من أول هنا لحد هنا سالب واحد لثلاثة بالله عليك يا جماعة إيهوا تقولوا من الكبير للصغير والله ما باخد درجة بعمل عليها كده في الامتحان يعني الفترة لازم تكتب من الصغير لكبير لازم لازم تاخدوا بالكم من دي يبقى لو قال يا سارة سالبتين معا ممتاز يا محمد يبقى سين تنتمي من سالب واحد لثلاثة السالب واحد يا مستر مفتوح ولا مغلق هو مد صفر هو الصفر سالب لا والثلاثة مد صفر في الدل دال أما السالب واحد مد صفر في الدل راء يبقى مفتوح وكده يا جماعة يبقى احنا خلصنا الحمد لله الدرس كل